عندنا مباراة بكرة مع النادي الإسماعيلي كالعادة تلعب في أرض محيدة وكالعادة النادي الأهلي بيدفع الضريبة إيه هي الضريبة؟ ضريبة إن ما فيش موافقات إن النادي الأهلي يلعب في إسماعيلية برغم إن النادي الإسماعيلي بيلعب عادي في القاهرة والبعض بيروج لفكرة هو أنتم مش بتلعبوا في إسماعيلية ليه؟ أتمنى من ربطة الأندية مع بداية الموسم القادم يكون مباراة الأهلي والإسماعيلي في القاهرة ومبارات الإسماعيلي والأهلي في الإسماعيلية نجح النادي الإسماعيلي إنه يحصل على موافقات أهلاً وسهلاً النادي الأهلي هيلعب لم ينجح النادي الإسماعيلي أن يحصل على الموافقات الأمنية مش لازم النادي الأهلي يتنقل مباراته اللي في القاهرة يلعبها في اسكندرية أعتقد ده قمة العدل الموضوع سهل جداً ومش كل موسم الأهلي هيدفع ضريبة وفي النهاية يطلع إعلام آخر يتحدث عن مجاملة بتحدث للنادي الأهلي طبعا سوارش أعلن عن قيمة المباراة غدا طبعا علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء محمود متولي حسام حسن محمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكي سوني وأحمد سيد غريب ورقفة خليل طبعا نجم يعني شاب منتظر مستقبل محتاج أنه يركز وياخد دفعة الجماهير ليه أنه يبزل قصارى جهده في الملعب وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد رب النبي ومحمد فقري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميد ونبيل ومحمد أحمد شرقية وعلي عمر يعني كل القيمة تقريبا عبارة عن شباب نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المباراة بكرة ودي طبعا لقطات من تدريبات النادي الأهلي اليوم أعتقد مباراة في ظل أن النادي الأهلي أو سامة مطلوب منه يحقق أهداف المرحلة أهداف المرحلة إيه؟ أهداف المرحلة أن أنت تتأكد من مجموعة الصف الثاني أو العاديين من الإصابة أو اللاعبين الناشئين أو الشباب اللي موجودين في قائمة النادي الأهلي أن أنت تشوف أن هم مبشرين مين هتقدر تعتمد عليه كمان عندنا خبر مهم كان أفشا قضع لجراحة فطق في جدار البطن أعتقد حياخد ثلاث أسابية ويبدأ إن شاء الله أفشا مع بداية الموسم يكون موجود ويكون جاهز أنه هو إن شاء الله بإذن الله يقدم موسم مختلف جمهور النادي الأهلي منتظر فيه كتير إن شاء الله نطلع لفاصل وأكيد نشوفكم بعد الفاصل وعندنا كلام كتير جيد ترجمة نانسي قنقر